السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن فوائد الصيام او ردا عين كلام واحنا بنصوم ليه? السؤالين دول هم اجابة واحدة. احنا بنصوم ليه? وربنا سبحانه وتعالى يعني بيخلينا نعمل حاجات بهدف للانسان يعني. سواء ان الانسان ده هيعرف ايه الفائدة اللي هترجع من كده او مش هيعرف. المهم ان ربنا حاطت ده لهدف للانسان. طيب. اه وده يودينا لفوائد الصيام. انت بقى لابا بتصوم. ايه الفوائد اللي بترجع عليك? فيه فوائد كتير احنا هنذكر اهمها. رقم واحد هو تقوية الذاكرة والانتباه. ازاي? ات لما بتتنع عن الاكل والطعام. فالدم في جسمك بيزيد تضفقه. تمام? لما بيزيد تضفقه بيبقى محمل بالاكسجين. فيوصل للمخ فالانتباه بيزيد عندك والتركيز. وكمان بيقوى عندك الذاكرة. وكمان بيخلي مزاجك رايق. ازاي? اه زي اه الصيام ده بيقلل من هرمون الكورتزول. اه الكورتزول ده بيزود التوتر عندك والقلق. ويخلي مزاجك مش رايق. فالهرمون ده لما بيقل. فبتحس كده بالراحة وعدم التوتر. ايه الصيام بيقلل عندك الهرمون ده. في اول نقطة احنا قلنا ان الدم هيتضفق بالاكسجين للمخ. تمام? فده هيترتب على ايه? هيترتب ان هرمون الدوبامين هيزيد. هرمون الدوبامين ده مسؤول عن احساسك بالسعادة وتهديئة الاعصاب. وكمان بيعالج عندك مشاكل الاكتئاب. فبيزيد عن بيزود عندك هرمون الاندروفين اللي بيسيطر على اعراض الاكتئاب. وبيخليك تشعر بالراحة النفسية والسعادة. وفي دراسات كمان قالت ان بنقص من نسبة الكوليسترول في الدم. اللي بيخلي اه زيادة الكوليسترول ده بيعمل نوبات قلبية وسكتات دماغية. فبيقلل ده كل. كمان انت لما بتمتنع عن الطعام بتريح جهازك الهضمي. وكمان انا عارفين ان الدهون بناخد منها طاقة. لكن عند غياب السكريات. فانت دلوقتي صايم. فمش هيبقى عندك طاقة غير الدهون دي. فالجسم بيبدأ ان هو يتخلص من الدهون. ويتخلص من السموم تماما. وكده جسمك يعني بيعمل اه عملية تنظيف. فانت بعد ما بتخلص الشهر الكريم ده بتكون جسمك يعني طالع من اه دي ما كنت مطلعينه من غسالة تنظيف. بس كده احنا نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. ما تنساش بقى الاشتراك في القناة لو انت والمرة. ولايكك الجميل. واشوفكم على خير الفيديو الجاي. سلام.